اليوم سنحكي عن لاحقة تكاد تقوم خاصة باللغة التركية بالنسبة لنا على الأقل اللي نعرف عربي وإنجليزي وهي اللغات اللي هي لاحقة مش لاحقة مش من اللواحق اللي كتير أحياناً بتسبب عند الناسك انزعاج أولا بس صراحة وقت يتعلم الواحد بيحبها وبيلاقيها أنه بتوفر حكي يعني بتوفر بجوز جملة لتوضح الفكرة بلاحقة واحدة أنت بيفهم الطرف الآخر شي مقصود منه لاحقة مش نحنا مثل ما حنتناولها إن شاء الله على مدار أسبوعين ممكن نكون سابقاً الأستاذ محمد أيضاً تناولها لكن هي الأمور اللغة بتظل يعني فيها نوع من التذكير والتكرار زائد نحنا حنتناولها بشكل يعني أنا حاولت أنه أجمع لاحقة مش لذلك أنا عم بحكي يعني في عنوان الحلقة لنا لاحقة مش بعدين إلنا ديو لانجيتش مش زمان ديو لانجيتش مش زمان اللي هو الزمن الماضي المسموع أو غير المرء أو غير المشاهد هو جزء من استخدامات مش وهذا اللي أحياناً بيخربط اللي عم يتعلم عن هاي اللاحقة إنه بيربط دائماً وين ما يشوف مش بيربط إنه هذا شيء سمعته ما شفته وهذا جزء مهم من استخدامات مش بس بيصير أحياناً بيتخربط بيشوفها بيرني تانية بيحس إنه مو ظابط هذا المعنى اللي حنعمله خلال هالأسبوعين الدرس هذا الدرس القادم إنه حنحكي عن استخدام مش الأصلي يعني اللي هو هذا الاستخدام الزمن الماضي غير المرئي أو غير المشاهد أو ديولان المسموع ولكن هنحكي عن المناطق الأخرى أو المواقع الأخرى اللي بتجي فيها لاحقة مش واللي ممكن تعطي معنى مختلف أو معنى آخر أو بعد آخر لذلك أرجو أنه تركزوا معناه أرجو أنه اللي بيقدر حتى لو كان عم يسمن عبر الراديو بيقدر يفوت على الفيسبوك مثلاً ويقرأ الجمل اللي حتنزل اليوم والدرس القادم لأنه دائماً إنه لما يشوفه مكتوبه هتعطي عنده إثراء أكثر ويرجوا طبعاً أنه الكريس معنا من بداية الحلقة ونبدأ الآن بـ الزمن الماضي المسموع اللي هو الاستخدام الأساسي للمش اللي بعض الشباب بيظنوا أنه هو فقط هذا الاستخدام الوحيد للاحقة مش زمن الماضي الماضي يعني المش هون عم تعطي الماضي زائد عم تعطي بعد آخر للماضي اللي هو أنه أنا ما كنت موجود وإتصار أو ما حضرته أو ما شهدته بالتالي لما أنا أقول ألي قالد يعني ألي قالد يعني علي جاء أنه أنا كنت موجود بالمدرسة مثلاً وعلي جاء لكن لما أقول أنا ألي قالمش معناها في شخص آخر حكالي أنه علي جاء وأنا ما كنت موجود إذن هاي الفكرة اللي قلت لكم إيها أنه هي لاحقة بسيطة بتغنيني عن جملة بيقول لك أنا ألي قالمش بتفهم أنه أنا ما كنت موجود وما بتبقى تسألني أكتر لأنه بتعرف أنه أنا مجرد ناقل للمعلومة لما قلت لك مثلاً سيناف كولاي مش الامتحان كان سهل ما بتسألني أكتر من هيك لأني أنا قلت لك كولاي مش معناها قالوا لي أنه سهل ما كنت أنا أيضاً ما حضرت الامتحان الحفلة كانت جميلة لو أقول مثلاً جزال دي يعني كانت جميلة أنا كنت موجود أما جزال مش معناها حدا حكالي أنه جميلة وبالتالي ما بتسألني أنت ليش كيف كانت تحكي لي عنها تفهم من لاحقة واحدة أنه أنا ما حضرت هذا الشي هاي الفكرة بهذا الزمن وهي فكرة حلوة مثلاً احنا أعطي بعض الأمثلة اللي مذكورة وأنه أتوقع إن شاء الله أنه أضافوها عبر الفيسبوك علي ذهب الأمس إلى أنقرة علي ذهب إلى أنقرة قالوا لي أنه ذهب حدا حكالي وبلغني أنه ذهب إلى أنقرة لو كان ذهب وأنا بعرفه وهو تغري قدامي راح جدي بقول هون قلت جتمش إذن هون المش شو عطيت لأنه أنا لاحظه اليوم بأسئلة اليوم جزء من الأسئلة حيكون للمرة الماضية أني أنا حقاطي جملة وحقلكم المش هون شو المعنى لأضافته هون مش عطيت معنيين عطيت معنى الماضي زائد معنى أن هذا الماضي غير مشاهد ليش عم قول الماضي عطيت معنى الماضي ليش عم ركز لأنه حنيجي لجملة حقلكم مش ليست ماضي أنم الجملة الثانية أنم يرمي أتش ياشنداي كان تذكروا لاحقة كان عندما يرمي أتش ياشنداي كان عندما كان عمرها 23 ميزون أو مش تخرجت من الجامعة ميزون متخرج مأذون يعني أذين له مثلا بالعمل من هال لفظ مشتقة ميزون أو المش تخرجات أنا ما كنت أكيد شاهد لهالشي بابام توجوك لونو بابام توجوك لونو طفولته كتشك بير أفدقة شيرمش أبي أمضى طفولته في بيت صغير كتشك بير أفدقة شيرمش طبعا أنا ما بيش هالطفولة أبي فهي بالنسبة لي مش بالنسبة لي ماضي غير مشاهد دون بني أرمش دون بني أرمش مبارح اتصل فيني أنا ما كنت موجود إذا اتصل فيني معناها وقالوا لي أنه اتصل فيني وأنا ما كنت موجود لاحظوا بينما أرد بتفهم أنه أنا حكيت معه مجرد ما قلت كلمة أرمش معناها أنا أصلا ما حكيت معه إنما بلغني أنه اتصل بي دون تبلانتيا هيركيس جيتش كالمش دون تبلانتيا هيركيس جيتش كالمش مبارح كل الناس اتأخرت على الاجتماع هذا يعني يمكن أنه أنا أصلا ما كنت في الاجتماع يعني هنا لسه بظلوا أحسن مني ما كنت حاضر لهالحادثة لقد ساعد الناس المحتاجين أو الذين في وضعين صعب تذكروا أولان يعني الذين هم في تحول الفعل أولمك إلى صفة أولان فعل إلى صفة لقد ساعدهم ما شاهدنا الشيء سناف دا ماتماتيك سورو لارنا جواب فير ممش إنه فلان ما جاوب اللي هو إنه ما جاوب بالامتحان على أسئلة الرياضيات جيتشين هافتا كي ديرستي جيتشين هافتا كي ديرستي درس اللي كان الأسبوع الماضي لم يفهم شيء من الذي أخبر كمان اللي هو شو هاد الصفة فعل تحول لصفة لم يفهم شيء من الذي أخبر لم يفهم شيء من الذي شريح أيضا هل هطل الثلج أيضا في أنقرة؟ إذن أنا عايش بإسطنبول فأنا باستغرب أنه هترى نزل تلج في أنقرة؟ أنا ما حكون شاهد لها الشيء فممكن أسأل عنها بمش أنقرة يا دا كار يا مش م ترافيك كازاصندا في حادث السير مرور ترافيك كازاصندا أولين أولين ألمك يموت أولين الذي يموت يعني ميت ميت الذي مات هاي تحويل الفعل إلى صفة أنا من يمكن أكثر قاعدة بتلاحظوا أني بكل درس أي ما مر جملة برجع بذكر فيها لأنه من أهم القواعد اللي بتعمل نقلة عند اللي عم بتعلموا اللغة التركية ترافيك كازاصندا أولين يدا يارالان يارالان يعني جريحة يارالان مك يارالان الذي جريحة يعني جريح جريح أو ميت أولمشمو أولمشمو يعني هالحدثة أنه في ميت أو جريح في حادث ترافيك كازاصندا عيد الجملة وبرجع بقول أرجو اللي بيقدر يفوت على الفيسبوك يقرأها أرجو أن تكون بين تعليقات أي نعم بين موجودة أنه يدخل ويستفيد منها مكتوبة ترافيك كازاصندا أولين يدا يارالان أولمشمو آخر جملة دون ماتيماتيك سنظنا غير ممش مبارح لم يدخل إلى امتحان الرياضيات برجع بذكر شو عطيت معنى أنه مبارح أول شي ماضي وعطيت معنى أنه أنا ما شهدت هذه الحادثة كل الجمل اللي حكيتها حتى الآن كانت عم تحكي عن ديولانج مش زمان المش هون عملت وظيفتين الوظيفة الأولى ماضي الوظيفة الثانية البعد الآخر اللي أعطته لهيك أنا ما استخدمت الماضي العادي جدي وقالدي وقردي وفلا شو قلنا أعطيت بعد أنه أنا ما شاهدته ديولان مسموع أو غير مرئي بعض الشباب مشكورين برحب فيهم عبر الفيسبوك بدأوا يعطونا تعليقات السلام عليكم طبعا برحب فينا عبد القادر وسماهر شكرا كتير لكم بالنسبة لأبو زيد كتب جملة مثلا ريال مدريد قالت صفر ينمش غلبو غلبو أنا ما حضرت المباراة ماتش إزليمي أما ريال مدريد كازان مش واحد ثاني كده بجملة وأنا بالرياضة يعني للأسف كتير كتير بضاعتي ضعيفة كازان مش إنه فاز إذا بلغني إنه فاز ما حضرت المباراة أنا جميل معنى أتوقعش اللي يعني اللي بيحبوا الرياضة أكيد ما حيكونوا فوتوا عليه هون المباراة طيب الآن الاستخدام آخر الاستخدام الثاني ما حنبتعد عن معنى المش أبدا اللي هو مسموع لكن حنورجي بعض الجمال اللي بتورجي إنه المش هون مو بس عم تعطي معنى ماضي ممكن تعطي معنى ما له علاقة بالزمن لذلك المش مرة الماضية دقيقة الجمال كان دائما عم يعطي ماضي ومسموع هلأ حنشوف جمال جديدة حنقول بابام بابام شك جزال شارك سويل يورمش أبي يقول يعني يغني بشكل جميل جدا سويل يورمش هلأ هاي ممكن تكون ماضي بيكون أصدي كان يغني اللي هو ماضي مع حاضر اللي هو ماضي مستمر وممكن يكون أنه هو بيغني بس أنا دريت من أمي يعني مثلا هاي فعليا هون نكشف أسرار أنا مثلا أبي بعرف من أمي أنه صوته حلو بس ما بيسمعنا فممكن هيك أنه أنا بلغني بس أنا ما سمعته شخصي فمعناها ممكن هوني ما يكون فيه بعد ماضي بالموضوع ما عطيت معنى ماضي بس عطيت معنى أنه أنا سمعته هنأطي مثال تاني هون طبعا ماضي وغير مرئي بس ليش حطيت هالمثال هون مع هالجمل لأنه هون هادا مع جملة اسمية إجا إذن المش معناها مو بس بتجي بمعنى الفعل الماضي وأنما بتجي مع جملة اسمية لك ألي دون ها ستايمش كان علي مبارح مريض ها ستايمش أنا أنيم جدتي عندما كانت شابة جنش كين كين لا تنسوا كين عندما شو كان جوك جزال مش كانت جميلة كانت جميلة قيل لي أنه كان جميل أكيد يعني لحة ستايمش وهي شباب طيب أمر أمر دون أكولا قيل مدي أمر دون أكولا قيل مدي لم يأتي عمر إلى المدرسة أمس يني أفتا شنيورمش يني أفتا شنيورمش كان عم ينتقل إلى بيت جديد هوني عطيت الماضي طب ليش حطيت جملة أعطيكم الجملة اللي بعدها ونقارن بنفس الصيغة أمر أكولا قيل مياجك إذن هديك الجملة أمر أكولا قيل مدي مبارح يني أفتا شنيورمش كان عم ينتقل إلى بيت جديد ألي أكولا قيل مياجك علي ما حيجي على المدرسة يني أفتا شنيورمش المش هون ما لا علاقة بالماضي أبدا يعني هو تاشنيورمش هو ينتقل الآن هلأ علي عم ينقول من بيت لبيت طب المش هون شو فقط عطتني المعنى مثل ما قلت لكم البعد الثاني إلها يعني بتحس أنه هي هون بس عم تعطي هالمعنى معنى أنه مسموع أنه أنا دريت أنه علي عم ينتقل ألي أو أمر عفوا أمر أكولا قيل مياجك يني أفتا شنيورمش هو ينتقل إلى بيت جديد شوفوا مثال آخر لاحظوا الحاضر هنروح للمستقبل ألي يارن أكولا قيل مياجك مش ألي يارن أكولا قيل مياجك مش علي بكرا ما حيجي على المدرسة ألي يارن أكولا قيل مياجك مش لأدريت أنه ما حيجي فاستخدمت المش مثل مثلا بيلك يارن يامور ياجك مش ياجك مش قالوا أنه حيسقط المطر أنا ما شدت هالشي أريت مني ميز أريت مني ميز معلمتنا أو معلمونا أكولا قيل مياجك لن يأتي إلى المدرسة تشنك هستاي مش لأنه أو لأنه مريض هو مريض الآن ما لا علاقة بالزمن الماضي لكن شو عطيت بعد أنه مسموع هذا الكلام هستاي مش في حالة بتشبهها كثير اللي هي بيسموها كان ديميز دي أول مز دوروموندا أو دوروم لرندة يعني الحالات اللينا ما نكون وعين فيها بحكي هون عن حالي أنا أكيد يعني مو أنا مش هدت حالي بس أنا مثلا بحالة المرض أو واحد إنه أقرب للدايخ أو عند سكران أو بحلم فبيستخدم ممكن يستخدم المش إنه ما كان وعي لحاله بانت توجوك كان شوك أغر أغر يعني تقيل مرض هاستا أول مشوم شوك أغر هاستا أول مشوم مرضة مرض شديد ممكن يكون لأني ما بذكر أنه صغير وممكن أيضا إنه أنا من كتر التعب والمرض ما بحس على حالي مثال آخر لما أحكي عن حلم ممكن استخدمها دون رو يامدا دون رو يامدا في حلمي سوريكلي كونو شوشوم أنا كت عم بحكي وأنا عم بحلم أنا كت عم بحكي وأنا عم بحلم إذن ما لي واعي لنفسي ليش؟ لأنه هي بتشبه كتير أنه كلام مسموع فاستخدمت أنه ما لي واعي لنفسي إذن حتى الآن شو قلنا قلنا المش هي ماضي غير مسموع عطيت معناين عطيت الجمل الثانية عطيت معنا أنه غير مسموع وآخر مثالين أنه عفوا أنه غير مشاهد يعني لو كان حاضر ولو كان مستقبل وآخر جملتين أنه أنا ما حسيت عحالي فهي بتشبه الغير مشاهد سوف يستخدام واحد هنحكي اليوم بعد الفاصل انتظرونا لذلك هلأ الاستخدام اللي حيحكي عنه هلأ واللي حيحكي عنه المرات الجاية هنلاحظ أنه مش موجودة وما لأي علاقة بأنه شيء مسموع غير مشاهد وما حضرته فالمش اللي سبقوا صح كلهم اللي علاقة مسموع ما حضرته أو أنا ما كتواعي له هلأ اللي حنحكي الآن فيه بجزء تقول فيه شوية التقاطع فيه شبه بس لسه المرات الجاية فيه استخدامات أخرى اللي حناخذ الآن الاستخدام اللي بعده حنقول اسمه فاركيتمي فاركيتمي شو معنى ها يعني هي انتبهت ادركت فاركيتمي يعني انه ادرك لاحقا هذا الشيء مثلا منقول جملة أنا اهترم افدأ ونتمشم أنا اهترم امتا بحكي يا هاد الحكي انا اخذ رايح اول ما دي افتح باب المكتب مثلا جي بدي افتح طلعت وين انا اهترم افدأ ونتمشم الآن انتبهت انه انا نسيان مفاتيحي بالبيت طلعت عم بستنى على الفاضي امتا انتبهت على هالشي انه انا عم بستنى عم بستنى عم بستنى مثلا بعدين طلعت انه تاري باعتلي رسالة انه مالو جاي اونوبوشونا باكلي مشم ما لا علاقة لا بالوعي ولا شي بس انه الآن انتبهت انه اطلعت الآن اكتشفت انه انا عم بستنى على الفاضي تشوك تشكر ادريم يا ميك جزال والمش يا ميك جزال والمش الاكل طلع كتير طيب الآن انتبهت اكتشفت انه طيب دون تشوك يورو المشم دون تشوك يورو المشم ومعناها انه كنت مواعي لحالي بس هلأ حسيت تارف واحد وقت يشتغل يشتغل بعد بلحظة اول ما يحعد يكتشف انه مكسر الآن اكتشفت دون تشوك يورو المشم اه تاريني كتير طيب تاربت مبارح هلأ حسيت انه جسمي هلأ حسيت على الطاب يعني البيسة صناه هيتش يا قش ما مش انت اشتريت اواعي جديدة ولبستها بجزء انا ما انتبهت بعدين طلعت عليك الآن انتبهت ياني البيسة صناه هيتش يا قش ما مش ابدا ما لبقت لك الواعي الجديدة ايوه يا الله لما صحح المعلم الوظيفة وعطى الحل الصحيح اكتشفت انه انا وظيفتي طلعت حالي الوظيفة خطأ في جملتين انا ذكرتون ذكرناهم مروا باغنية فقالت بتذكرون بوشونا بيك لما مش مبونجا زمان بوشونا بيك لما مش مبونجا زمان اذا بتذكر هاي الاغنية اذا انا ما طلعت عم بيستنى عالفاضي طول هالوقت طلع في سبب الان اكتشفت انه في سبب لكل شي عشته اذا هذا الاستخدام عم يعطي هاي المعنى هون المعنى ماله كتير علاقة خلينا نفهم انه ادركته متأخرا لذلك مثلا احيان بيكون في ولد صغير بجو الاتراك بيقول جزال مش مو معناها انه مفكرين بشع اوها بس انه هل انتبهت عليه انه قديش حلو بهالم معنى تقريبا الان منتقل الفقرة بجزء المحبوبة عند الكثيرين هي اغنية اغنية جميلة لمصطفى جيجلي اسمها اشك اتشين قلمشيز ليش قلمشيز هون ادركنا اكتشفنا انه احنا اجينا من اجل الحب نسمعها اشك اتشين قلمشيز يعني مثل ما قالنا هاي اي استخدام صون رادان صون رادان فار كتمي يعني مثل واحد انه احساس انه اكتشفت انه اكتشف هالمعلومة او غرسة في اشك تشين قلمشيز بيزبو جيهان يعني اتينا من اجل الحب بيزبو جيهان جيهان بالتركي معناها دنيا جيهان دنيا اتينا الى هذه الدنيا من اجل الحب دوست سيف مكتر دوست شو معنا دوست صديق هو بتجي اقوى من صديق على فكرة دوست يعني دوست بتجي كأنك عم تقول خل او خليل يعني بتحبه اكثر من صديقة عادة بيكون هاد دوست سيف مكتر بيزم اش عمل معناها وظيفتنا مهمتنا انه حب الاصدقاء الله دار الله دار دار شو من اي شو جاي من فعل يقول دار اللي هي شو الزمان الله دار يعني زر زر كل ذرة مننا كل ذرة من ذرات شو بتقول الله اغيار اغيار هاي كلمة عربية طبعا انا عم شوف يعني انا عم حط اليوم الاغنية على الفيسبوك فلاحظت هي موجودة مترجمة لكن يعني عادة بشوف ممكن مرأخطاء بس حسيت كتير هاي ترجمتها في تخبيص يعني هون اغيار معناها اغيار اللي هي كلمة بيستخدموها بالمصطلحات الصوفية اغيار قران قران قرمك قران تحويل الفعل الى صفة يعني الذين بيشوفوا الاغيار الاغيار يعني غير الله يعني بالمصطلحات الصوفية بيقولك كل شي يعني غير الله اغيار يعني الاهل والمحبوبين والعمل والدنيا كله هات شي اخر بيزيني بيزيني شو معناها يعني شو دخلنا متل ما تقوله الواحد صناني صناني انت شو لك علاقة بيزيني يعني ماذا يعنينا بهدول الناس اللي بيشوفوا الاخر الاغيار نحنا شو كل ذرة فينا شو بتقول الله حلو المعنى يرجوك يرجوك سيسلينير سيسلميك شو معناها ينادي سيسلميك سيس صوت سيسلميك يعني الارض والسماع بتنادي هير دايم الله دائما هير دايم يعني دائما تنادي الله بان لك بان معناها أنا بتتذكروا لاحقة لك هيا مثلا معنىش كتير جميل من بان أنا طب بان لك بصير معناها الانانية الانانية بان لك تان هادو يعني الذين طبعا هم تحول الى صفة اللذين تخلوا عن الانانية ياري يعر معناها حبيب يعني حبيب اللذين Baltimore شو اللي هي مضاف و مضاف إلي بين اللي كتير يعني حبيب اللي بتخله عن انانيتهم و عن ذاتهم اللي بتخله عن ذاته بيكون حبيب والله أشك بولان أشك بولان بول مك يأجد بولان الذي يأجد حولت الفعل الى صفة أشك بولان اللي لأ الحب شو بده بهالدنيا ما عاد تعنيه كله بنفس المعنى تبع الأغيار هو دائما بينادي الله أغنية جميلة معانيها بسيطة طبعا ألحانة كتير جميلة